بسم الله الرحمن الرحيم مثال أربعة من واقع الحياة يحتوي كوب من الشاه الأخضر على 35 ميلي جرام من الكافين ويمكن للأشخاص اليافعين تخلص من 12.5% تقريبا من كمية الكافين من أجسامهم في الساعة أي أو جدال لسية تمثل كمية الكافين المتبقي في جسم اليافعين بعد شرق كوب من الشاه الأخضر ثم أمثل بيانيا باستعمال الحاسبة البيانية طيب من كلمة التخلص هنا نعرف أنها دالة نقصان أو دالة أضمحلال ودالة الأضمحلال تعطى بهذا الشكل AT يساوي A بما أنها نقصان وأضمحلال إذن 1 ناقص R أو T طبعا الأي موجودة هنا 35 35 وال R النسبة لكن النسبة هذه نحولها إلى عدل 12.5% معناتها 12.5% إلى 100 طيب هنا 100 صفرين إذن رح ننقل فاصلة إلى اليسار فقرتين إذن رح تكون بهذا الشكل صفر فاصلة 1 2 5 5 إذن هذه قيمة R إذن الدالة رح تساوي ويساوي A 35 في 1 ناقص 0.125 أوس T إذن الدالة تساوي 35 1 ناقص هذا العدد رح يساوي 0.875 أوس T إذن هذه الدالة اللوصية التي تمثل كمية الكافي المتبقي في جسم اليافعيل طيب نمثلها الآن بيانيا نكتب هذه الدالة طبعا أوس X ونظرت هنا إذن سوي zoom out إذن هذه الدالة واضح أنها دالة تناقصية بقدر كمية الكافي المتبقية في جسم شخص يافع بعد ثلاث ساعات إذن الزمن T يساوي ثلاثة إذن نعوض التيب بنفس الدالة 35 0.875 أوس T قلنا ثلاثة وهذا يساوي بالحاسبة 23.45 إذن إذن كمية الكافين المتبقية في جسم الشخصية في بعث الساعات هي 23.45 ملي أقرام المتبقية في جسم